اشتركوا في القناة أبو الله يزيك الخير على هذا السؤال هذا هو الجواب لكل كبير سن بيننا رجلاً كان أو امرأة أو لكل إنسان غداً سيطعن في السن يا أخي إذا مات الميت اليوم اليوم مات الميت الأصل إن قطع ملكه عن ما يملك بهذه اللحظة إيمت مات الساعة سبعة الصبح سبعة الصبح صارت منتلكاته للورثة سبعة ودقيقة صارت ملك للورثة طيب هلأ مثلاً ما النفاضين والله في وفادنا نستنى يوم يومين ثلاثة لأنه مشغولين بالوفاة كويس أخي اليوم التالت وأنا أعرف عائلات تالت يوم العزاء انتهى العزاء فيهم رشيد بس خلصوا الناس طلعوا من العزاء بقوا بالصالح قالوا نخليكم للأخوات الموجودين وأرسل من يأتي بأمه وأخواته البنات مع أنه بالعدة هي بس تخرجوا لحاجة أو أنهم ذهبوا إلى بيتي أمه عدوا يا أخواتي أبوكم مات أنت يا أمي إليك التمن أنت إليك مثلاً عشر أسهم أنت عشرين سهم أنت خمسين سهم شو بتكون تعاوني أعمل تخارج تأخذ هذا المحل تقييمه تقريباً بيطلع رقم كذا وهذا البيت كذا وهذا البيت كذا إليك مصلحة تأخذ البيت إليك مصلحة تأخذي المحل خلص بعد يومين نفذ هذا بالمحاكم وانتهى الأمر لكن أنا أعلم خمس عشر سنة صلوا ميت الأب لهلأ ما متوازعين الأرض لهلأ خمس عشر سنة كل ما حدا فتح سيرة من الأولاد يا لطيف إما الآخرون بيقولوا له بيصير وما بيصير أول أم بتقول له بدك تفرق بيناتنا أنت أول مرتك هي اللي وزتك يا أخوان هذا خطأ هل يجوز للأم تقول أنا ما بدي بيع المحل وبغضب عليكم إذا تبيعوا المحل لا يجوز لها أن تقول هل غضبها واقع غير واقع الأم غضبها واقع إذا كان حق أما بالباطل ليس يعني هلأ أخ له مع أخوه مليون لرسولي عم تقول له الأم للي يعني المدين إنه إذا بترجع له ياها بغضب عليك هذا كلامك باطل رجع له ياها ولا تنتظر لا رضا ولا غضب بهذه المسألة بس نحن لا نريد أن نزعج الأم يعني إذا لقينا طريقة هيك إيجابية من دون ما نزعجها فلنفعل إذا ما وجدنا يجوز للأخوة والأخوات أن يقتسنوا هذا المحل هلأ إذا الأم حاب بالمحل يبقى طيب ماشي الحال خلينا نشوف إذا حصتها تستوعب المحل يعني بتطلع من باقي الحصاص ويبقى المحل للأم إذا منحل الله القضية يعني لقي حل بطريقة معينة لكن يا أمهات ليس سامحوني ليس لكنا حق في أموال أولادك إلا بما أمر الله عز وجل أما بغضب عليك إذا بالطالب بيحقق ليش؟ الناس بدون يا أخي حقوقها بدون ينفرجوا يبيعوا يزوجوا يسافروا يا أخي خالب بدون يحط مصري بيجيبته له الحق هلأ كل واحد بيناتكم ماله لك أنت متصرف به متسلط عليه لك أن تفعل به ما شئت في طاعة الله والله أعلم ترجمة نانسي قنقر